مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في تقرير جديد من Equity Global Markets معكم راد الخضر نتحدث في تقرير اليوم عن مجموعة من البيانات ذات التأثير التي تسيطر على تعاملات هذا الأسبوع ولكن دعونا سريعا نختصر أهم الأحداث التي حدثت في نهاية الأسبوع الماضي حيث كان أهم وأبرز الأحداث اجتماع المركز الأوروبي وخطاب ماريو دراقي الذي سواء كان بإعلانات أسعار الفائدة لأبقاء على أسعار الفائدة كما هي ولكن البدء بتقليص برنامج تيسير النقدي إلى مستويات 30 مليار يورو شهريا بدلا من 60 مليار يورو شهريا ابتداء من بداية عام 2018 وذلك إلى حد ما كان مخيب للأمال بعض الشيء لأنه أبقى Open End يعني أبقى النهاية مفتوحة لهذا البرنامج وشدد على ضرورة الأبقاء على السياسة السيرية لفترة أطول وبالتالي كانت التوقعات بالسياسة التشددية أكبر من ذلك لذلك رأينا اليورو يتعرض للضغط بالاتجاه الهابط ويهبط الوصول إلى مستويات 1.1570 ويعود اليوم إلى مستويات 1630 تقريبا هذا لعله أبرز الأحداث المؤثرة على الأسواق الدولار الأمريكي لا يزال متماسك فوق مستويات 94 أو قريبا مستويات 94 كمؤشر للدولار الأمريكي لا نزال ننتظر قرار نهائي بما يتعلق من هو رئيس الفدرال الأمريكي القادم ولكن الترشيحات بشكل كبير تتجه نحو باول أن يكون هو الرئيس القادم ولكن يتصف باول بأنه أقل تشددية فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة ويفضل التدريج بشكل أبطأ في عملية رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة ولذلك قد يضغط على أداء الدولار الأمريكي خصوصا أن ترامب يحبذ أن يكون هناك أبطأ في عملية تشديد السياسة النقدية لإعطاء الزخم بشكل أكبر للأسواق والاقتصاد الأمريكي بالاستفادة من السياسة إلى حدمة متساهلة أو تيسيرية طبعا ما ننتظره خلال هذا الأسبوع ابتدأ من اليوم بقرار البنك المركزي الياباني الإبقاء على السياسة النقدية كما هي دون أي تغيير أسعار الفائدة أيضا تم الإبقاء عليها دون أي تغيير بيئة المنطقة السالبة بينما لا تزال بعود بتحفيز أكبر في السياسة التيسيرية وبالتالي هذا ما كان يهدف إليه شينزو آبي من خلال الترشح مرة أخرى والنجاح الساحق في الانتخابات أن يكون هناك حزمة سيرية جديدة اليان الياباني تحت الضغط بالاتجاه المنخفض والدولار يان ياباني يرتفع بشكل واضح يعني يعطينا اتجاه عام صاعد إجمالا ننتظر أيضا الـ FOMC خلال التعاملات هذا الأسبوع مهم جدا متابعتها وكذلك ننتظر قرار البنك المركزي البريطاني الذي من المتوقع بشكل كبير أن يتجه إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في عقد من الزمن بالتالي منهم جدا متابعة هذه الأحداث التي ممكن أن تغير الأسواق بشكل كبير دعونا نلقي نظرة سريعة على أبرز المنتجات نبدأ مع أول منتج لدينا هو مؤشر الدولار الأمريكي مؤشر الدولار الأمريكي كنا ذكرنا سابقا أنه عندنا مستويات الأربعة وتسعين تعتبر مستويات مقاومة مهمة بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي بالاتجاه الصاعد وصعب جدا أن يكون في عندي اختراق واضح لهذه المستويات عند الأربعة وتسعين تقريبا لاحظ الدير تد من هذه المستويات ومن ثم كان الاختراق بشمعة قوية ممتدة وصلت عندي بالارتفاعات إلى مستويات الخمسة وتسعين فاصلة عشرة تقريبا وهذه المستويات كانت مستويات القمة السابقة في عندي ريترسمنت في عندي تصحيح لكن هذا التصحيح يبقى محدود فوق مستويات الأربعة وتسعين خمسين وبالتالي يعطي مجال لإمكانية متابعة الصعود على مؤشر الدولار الأمريكي لزيارة الخمسة وتسعين عشرين مرة أخرى بالاتجاه الصاعد بالنسبة لزوج مرتبط بأداء مؤشر الدولار الأمريكي هو اليورو يو اس دي الذي يصدر الآن بيانات سي بي آي الأوروبي التي تؤثر بشكل كبير على أداء اليورو إجمالا حتى الآن هناك ضغط هابط بعض الشيء على أداء اليورو بالاتجاه الهابط ما عندي اتجاه هابط واضح وصريح إلا بكسر مستويات الواحد فاصل ستعاش غير ذلك لا نزال في موجة صاعدة في الوقت الحالي وأهدافها هي مستويات ستعاش خمسة وسبعين وصولا إلى مستويات سبتعاش عشرين بالاتجاه الصاعد غير ذلك نحن لا نزال يعني هذا هو الاتجاه العام الصاعد بينما إذا تم كسر مستويات الواحد فاصل ستعاش أهدافنا هي عند الخمسة وسبعين وصولا إلى مستويات الاربطاش عشرين بالاتجاه الهابط إذا ما تم كسر مستويات الخمسة وسبعين الكسر يكون بشمعة قوية ممتدة تغلق تماما دون مستويات الخمسة وسبعين على تايم فريم الوان أور حتى يكون في عندي دايركشن واضح بالاتجاه الهابط على زوج اليورو دولار أمريكي الذي استفاد بشكل كبير من ضعف اليورو خلال الأسبوع الماضي ليضغط عندي وليشكل هذا الموج الهابطة في حين أنه على الديلي تايم فريم هناك رأس وكتفين مرسوم واضح على الزوج يورو دولار أمريكي لا يزال يستهدف هبوط نحو بستويات 13.20 إذا ما تم إكمال النموذج بي الكامل على التايم فريم المتوسط إلى القصير في عندي موجة صعود يعني اختبار النيكلاين الذي تم كسره بالنسبة لخط العنق يعني بالنسبة لنموذج رأس وكتفين المرسوم على اليورو دولار أمريكي لدينا منتج آخر نريد أن نصلط عليه الضوء هو الذهب الذهب حقيقة اتجاه هابط الآن بدأ بتداول عرضي ولكنه لا يزال دون مستويات مقاومة مهمة موافقة لمستويات 1278 دولار للأنصة يوجد صعوبة باختراق هذه المستويات وشكل نوع من القناة الضيقة الذي يتداول فيها بنطاق 4 دولارات حاليا كسر الحد الأدنى لهذه القناة الموافقة لمستويات 74 يعني إمكانية هبوط أكبر واستهدافات لمستويات قد تصل إلى 1263 دولار للأنصة يعني نتحدث عن حوالي 9 دولارات بالاتجاه الهابط على الذهب بينما أي اختراق لمستويات 78 يعني ممكن يقودني إلى ارتفاعات بحوالي 6 دولارات بالاتجاه الصعب إجمالا عند المقاومة نفكر بالبيع وعند الدعم نفكر بالشراء بالتالي من هذا المنطلق نفكر أكثر بالبيع ونضع الأوردرز تابعنا بإغلاق دون مستويات 74 بتكون عندي فرصة للدخول بصفقة بيع بالاتجاه الهابط وذكرنا أهدافنا البعيدة هي عند مستويات 63 1263 دولار للأنصة أشكر لكم المتابعة ونراكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر